ويحدثنا الملاحدة عن الإيمان وأخلاق الإيمان وجدوى الإيمان وكأن الإيمان هو الدعشن والذبح والقتل ربما لأنهم لم يجدوا من يحدثهم عن هذا لكن نقول لهؤلاء أرخوا الملاحدة وأمثالهم هداهم الله هداهم الله وشرع صدورهم للإيمان أنتم في المقابل تتبجحون بالإلحاد وتتبجحون بالاستدلال بما لا تفهمون من الأدلة كلمة لا أقولها لكي أتنقص أي أحد بس الأدلة عليها عندي بالعشرات إن لم يكن بالمئين وإذا طلب مني هذا سأفعل لكن أنا لا أريد أن أتنقص أحدا لا يدعي ملحد أنه ملحد عنده أدلة تثبت أن الله غير موجود أو ترجع عدم وجوده وهو لا يفهم مبادئ الاستدلال لا يفرق بين الضدين والنقضين بالله أيها الأخير الملحد هداك الله وهدانا وهذا الجميع بالله الذي لا إله إلا هو لو قيل لك ستدخل اختبارا إن رسبت في الاختبار قطعنا أصبعا من يدك كيف لو قيل له قطعنا يدك كلها من رزغها كم تحتاج للتحضير سيقول كم تعطوني شهرين نقول له يقول لا ماذا شهران عشرين سنة ممكن يريد أن يقرأ ويحضر لعشرين سنة لماذا لأن الثمن أن تقطع يده أو أصبعه أما أن يخذف في نر جهنم وتحل عليه اللعنة الأبدية يطرد من رحمة الله هذه يفعلها في سنة وسنتين وشهر وشهريا من غير أن يحقق شيئا ما العلوم والفلسفة والنظر والفكر والاستدلال ويقول لك عيب يعني لماذا تنتقدوننا نحن يا أخي الحدنة نحن أحرار يقول له طبعا أنت حر لا يضربك أحد على يدك يا رجل لكن نحن نحبه والله لك الخير والله الذي لا إله نحن نحزن عليه أعقاد حدث عن نفسي إني لا يحزنني وهذا والله أكثر ما يحزنني لا تستعجلوا تواضعوا الله يحب المتواضعين المؤمن متواضع والمؤمن موثوق والمؤمن صادق لا يتشبع بما لم يعطى ولا يدعي في نفسه ما لم يؤتى ترجمة نانسي قنقر